مرحباً وفي ها قد جاء كتاكون اقترب موعد مسابقة البلدة للرسم لا يستطيع كتاكون أليا العب مع وفي اليوم فعليه أن يتدرب على الرسم مسكين وفي وفي اهدأ قليلاً كتاكون يحاول التركيز كتاكون لا يستطيع التركيز وأنت مزعج هكذا اهدأ وكن كلباً مطيعاً اهدأ قليلاً أرجوك ترى من المتصل؟ كن مطيعاً يا وفي بينما يذهب كتاكون لرد على الهاتف هل سمعت جيداً؟ كتاكون طلباً منك أن تكون مطيعاً بماذا تفكر؟ لا أنت لا تفكر بأكل رسمات كتاكون أين لوحاتي؟ إنها ليست هنا ولا هنا قرر كتاكون أن يذهب للعب مع وفي لا عليك سيلعب معك حالاً كتاكون سيغضب كثيراً إذا فعلت ذلك وفي ماذا تفعل؟ أنت كلب مزعج انتظر كتاكون لديه فكرة ليبقى وفي بعيداً عن المشاكل أثناء تدربه على الرسم ماذا ستفعل كتاكون؟ مسكين وفي مسكين وفي يجب أن لا يتحرك حتى يرسمه كتاكون فكرة جيدة ابقى ثابتاً وفي عليك أن تبقى ثابتاً يا وفي ابقى ثابتاً تفاح لذيذ أوه ها قد جاء بني بني يسألك تكون ما الأمر؟ لدي مسابقة رسم ولكني لا أستطيع التركيز لأن وفي يقوم بإزعاجي فهم بني سوف يساعده أكيد ها قد بدأ وفي من جديد وفي إنك تكون مشغول جاء بني ونادى وفي ألا تريد أن تكل هذا التفاح اللذيذ؟ أسرح كتاكون يمكنك أن ترسم الآن لقد كان سريحاً أكلها بسرعة أوه لا ماذا أفعل الآن؟ أتمنى لو أن وفي يتوقف عن إزعاجه يا إلهي لقد سمع وفي المسكين كل هذا بني لماذا لا تخرج أنت ووفي للتنزه؟ ولكن هل تبدو فكرة جيدة؟ وفي وفي بني سيأخذك للتنزه وفي ليس هنا إنه ليس هنا أوه ليس هنا أين وفي؟ لا أستطيع أن أجد وفي في أي مكان ولا بني أيضاً ألا تعتقد أن وفي قد هرب؟ أوه مشكلة تذكروا يا عطفال حيواناتكم المدللة لديها مشاعر أيضاً لذا لا تعاملوها بقسوة حتى لا تهرب بعيداً كما فعل وفي مرحباً وفي ها قد جاءت عائلة بوفي هل أنت بخير يا دفي؟ هل تعتقد أن دفي مريض يا وفي؟ أوه لا، دفي، دفي أسرع يا وفي، فكر في حل ما أجل، الطبيب هو من يستطيع مساعدته أسرع يا وفي، يجب أن تحضر الطبيب، دفي بحاجة إليه ها قد حضر الطبيب ما الأمر؟ أجاب وفي، لقد سقط دفي على الأرض من شدة تعبه هل الأمر خطير؟ هذا سيجعله يتحسن، ولكن عليه أن يرتاح جيداً انظر، لقد جاء بوفي وعائلته ليبحثوا عن دفي انظروا، لقد أصبح وفي ودفي أصدقاء كم هذا جميل على دفي الذهاب الآن، شكراً للمساعدة يا وفي إلى اللقاء هل اشتقت لكاتاكول يا وفي؟ لماذا لا تعود إليه؟ أو كاتاكول؟ لا بد أنك تشتاق لي وفي ما الأمر؟ لقد اشتقت لي وفي أليس كذلك؟ مسكين كاتاكول عليكم أن تساعدوا أصدقاءكم دوماً أو يمكنكم أن تبحثوا عن شخص آخر يمكنه تقديم المساعدة لهم مرحباً كاتاكول، ما زلت تبحث عن وفي؟ تايكو أيضاً لم يرى وفي مسكين وفي، كاتاكو قلق عليه هل اشتقى إلي يا تورا؟ أكيد هو مشتاق إلي لقد كانت السماء تمطر قبل أيام، لا بد أن وفي يشعر بالبرد لا بد أن وفي يشعر بالجوع الآن تمنى كاتاكول أن يقوم أحد بإطعامه، فهو لا يتحمل أن يبقى جائعاً لمدة طويلة كاتاكول، لن يفيد خلقك بشيء، يجب أن تفعل شيئاً غير التفكير بما يقوم به وفي هيا كاتاكول، اذهب للبحث عنه انظروا، وفي في منزل غريس، وهي قادمة ومعها الكثير من الطعام قدمت له الطعام، ولكن نصحته بأن لا يأكل بسرعة وفي، اسمع كلام غريس، ماذا كنت تفعل بالشارع؟ هل هربت من منزلك؟ أو وفي، لقد اشتاق لكاتاكول، ولكن إلى أين يذهب؟ هل يريد أن يأخذ بعض الخبز لكاتاكول، إنه كلب جيد، انتبه لنفسك جيداً كاتاكول، ما زلت تبحث عن وفي؟ وفي، أين أنت؟ إنها تمطر، مسكين وفي ومسكين كاتاكول وفي، لقد عاد إلى كاتاكول، إذا هرب منكم حيوانكم المدلل، لا تبقوا جالسين في المنزل قلقين عليه، بل ابحثوا أنتم والجميع عنه كاتاكول، ألم تجد وفي بعد؟ أوه، وفي، أين أنت؟ ترى، أين هو وفي الآن؟ أين هو؟ وفي، هذا أنت؟ هذا أنت حقاً يا وفي، أنا سعيد جداً بعودتك، لقد كنت قلقاً عليك، أنا آسف جداً لأني لم أردك أن تبقى عندي والآن ماذا ستفعل كاتاكول؟ سوف أعتني بوفي جيداً قصد بني مسابقة الرسم لقد نسيت أمرها، ولكن، ماذا عن وفي؟ يبدو أنهما سوف يتفقان، هذا الطعام كله لوفي، وسيبقى هادئاً لبعض الوقت وعندما ينتهي كاتاكول من الرسم، سوف يلعبان سوياً أوه وفي، ما الأمر الآن؟ هل الطعام غير كافٍ؟ يبدو أن أوفي لا يريد أن يأكل، إنه يريد أن يرسم مع كاتاكول، ويريد أيضاً أن يشارك بمسابقة الرسم لنرى ماذا يمكنك أن ترسم يا أوفي دعوه يبدأ لقد انتهى وأسمى رسمته، وفي يهرب بعيداً لكن، ماذا عن وفي؟ هل هذا أنا؟ ظننتك سترسم طعاماً، ولكنك تحبني أكثر من الطعام، أليس كذلك؟ هذا جميل جداً يا أصدقاء أيها الأطفال، يبدو لكم في بعض الأحيان أن حيواناتكم المدللة تزعجكم، ولكن ربما تريد فقط البقاء معكم صباح الخير يا أصدقاء، كتاكول ما بك؟ آسف لأني تأخرت المباراة على وشك أن تبدأ، يبدو أنهم مشغلون جداً صباح الخير يا غريس، أنا آسفة، يجب أن أذهب لقد تأخرت وغريس أيضاً متأخرة أريد ثلاثة أكواب شوكولاتة مثلجة إذا سمعت نحن في عجلة من أمرنا جاءت غريس تفضلي أمامي يا غريس لقد أتيت بالطلبات، تفضلت، ها هي طنبيتك كتاكون مسكين، يبدو أن الجميع منشغلوا اليوم، وليس لديهم الوقت يتحدثوا إليه يا أصدقاء، لماذا تتجاهلونني؟ نحن آسفون، لقد كنا نركض بسرعة ولم ننتبه لوجودك لم نقصد أن نتجاهلك، في المرة القادمة سندعوك إلى جميع نشاطاتنا هذا أفضل في اليوم التالي، كتاكون هناك من يتصل بك تريد أن نلعب الكرة؟ هذا رائع فكرة رائعة كان ذلك ممتعا مكالمة أخرى سنذهب لمشاهدة ثلث أجل بالطعبة مكالمة أخرى أجرب العصير الجديد؟ أوه، حسناً مسكين، كتاكون، يشعر بالتعب يبدو أن الجميع لا يزالون يدعونه للعب الآن أصبحوا يبدون الكثير من الاهتمام ليس من اللائق أن تتجاهل أصدقائك، ولكن كذلك الاهتمام الزائد سوف يزعجهم صباح الخير كتاكون، أين حليبك؟ أه، أين هو؟ ليس مجدداً، هذه ليست أول مرة كل شيء يبدو مرتباً مرحباً بكم في مكتب ولي للحليب لماذا لم يتم توصيل الحليب لمنزلي مجدداً؟ أرجو أن تشرح لي ماذا يحدد؟ يبدو أن كتاكون غاضب جداً لا تقلق، سوف أحاول معرفة الأمر روجر، أريد أن أسألك، هل تقوم بإيصال الطلبات لمنزل كتاكون؟ آه، طبعاً يبدو أنه لا يحصل على الحليب الذي توصله إليه لكن أنا أصله كل يوم أوه، يبدو أن ويلي لا يصدق روجر مسكين روجر كتاكون، أهذا أنت؟ هل أنت هنا لتعرف ما الذي يحصل للحليب؟ أوه، ومعك الكاميرا، ها هو روجر ومعه الحليب حسناً، الحليب في هاي ماذا تفعل هناك تكون؟ تريد أن تعرف من الذي يأخذ الحليب؟ ها قد جاء أحدهم، اختبئ بسرعة وفي ماذا تفعل هناك؟ ها؟ إذن أنت من كان يأخذ حليب كتاكون كل صباح؟ يا لك من محتال، وفي عد إلى هنا انتبه وفي أنا أسف جداً يا روجر، كان يجب أن أصدقك لا بأس أجل، كان هذا بسبب وفي أيها الأطفال، افهموا القصة كاملة، حتى تعرفوا ما الذي يحصل حقاً مرحباً بالجميع، انظروا، بني يعطي دروساً في تعلم الكتابة الصينية شاهدوه ببراعة، هذا رائع، بالفعل يبدو رائعاً أحسنت، الآن حان دوركم، لما لا تجربوا؟ حسناً، أحضر القليل من الحبر أوه، مسكين كتاكون حاول مرة أخرى، هيا هذا لا يبدو صحيحاً أيضاً أوه، كتاكون، حاول بجد سوف أتحسن أوه، ألم تتمكن من ذلك بعد؟ لنرى النتيجة الآن رائع، هذا جيد جداً ماذا عنك كتاكون؟ كتاكون، أين أنت؟ كيف هو الوضع لديك؟ انظر أوه، إنها لوحة صينية، وليست كتابة صينية، ولكنها تبدو جميلة جداً بني، انظر إلى ما فعله كتاكون يبدو أنه بارع في الرسم أكثر من الكتابة كل شخص بارع في شيء ما، أليس كذلك يا أصدقاء؟ لا تفقد الأمل إذا لم تكونوا بارعين في أمر ما، فكل شخص بارع في شيء مختلف، فبماذا أنتم بارعون؟ مرحباً كتاكون، مرحباً تايكو، هل هذه قسائم بوضة مجانية؟ لدي ثلاث قسائم، واحدة لك، وواحدة لي، والثالثة لي ماذا عن بني؟ ولكن بني يأكل الكثير، أليس كذلك؟ إذن من يجب أن يدعى؟ ماذا عن غريس؟ غريس ماذا؟ هل تعتقدون يا أصدقاء أن غريس لن تأكل الكثير؟ لا يجب أن تدعو غريس فقط لأنكم تظنون أنها لا تأكل الكثير مرحباً غريس، هل تودين أن تأكل البوضة معنا؟ طبعاً غريس كانت سعيدة لأنها تحب البوضة كثيراً ها قد جاء بني، أدعو بني أيضاً يا كتاكون بني؟ أوه، أوه، غريس، ألم تكن تريدين أن ترينا بعض الكعك الجديد الذي صنعته؟ مرحباً جميعاً ثلاثة من فضلك من هنا؟ رائع، كل شيء يبدو لذيضاً لا تخجلي في الأكل يا غريس طبعاً لن تخجل غريس إنها تأكل كثيراً لقد قاربت على أن تنهي البوضة وأنتم لماذا لا تأكلون؟ لأن غريس أكلت كل البوضة المسكينة، إنها تحب البوضة كثيراً وتريد أن تأكل المزيد وها قد أكلت ما تبقى من البوضة مساكين أيها الأطفال، ليس من الجيد أن تخفوا عن أصدقائكم شيئاً يمكنهم أن يشاركوكم فيه مرحباً يا أصدقاء، هل تريدون شراء بعض الكعك؟ مرحباً كاتاكون وبيني، هل تريدان تذوق كعكة الأناناس؟ ما رأيكما؟ لا بأس بها يا غريس بل أنا متأكدة من ذلك ولكن، في اليوم التالي مرحباً يا غريس، هل تنتظرينك تكون وبيني؟ مرحباً يا أصدقاء هناك كعكة الأناناس جديدة، تذوقاها بالطبع، إنها حلوة بعض الشيء وفي اليوم التالي مرحباً أصدقاء، إلى أين تذهبان؟ ها قد جاءت غريس، صنعت كعكة الأناناس أخرى، ولكنها ليست حلوة كثيراً، تذوقاها إنها جيدة، ولكن تحتاج إلى المزيد من السكر وفي اليوم التالي مرحباً أصدقاء، ميس كينا غريس، أتمنى أن تكون الكعكة جيدة هذه المرة جاءت غريس من جديد، تذوق هذه الكعكة من فضلكما آه، إنها لذيذة أظن أنها لذيذة هذه المرة شكراً للمساعدة يا أصدقاء انتظري غريس، نريد المزيد منها ولكنهما يريدان المزيد إذا لم تنجحوا في إعداد أمر ما في المرة الأولى، استمروا بالمحاولة حتى تنجحوا، تماماً كما فعلت غريس مرحباً يا أصدقاء، عما تتحدثون؟ ماذا تريدون أن تصبحوا عندما تكبرون؟ أريد أن أصبح رساماً بارعاً أما بني، يريد أن يصبح مغنياً مشهوراً بني، يريد أن يغني على مسرح كبير أمام جمهور كبير من الناس وأنت دافي، ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟ ماذا؟ تريد أن تصبح طياراً؟ واو، انظروا إلى دافي حركة رائعة هذا رائع دافي ها قد جاء لوي، فسأل أصدقاءه ماذا يفعلون؟ أخبروه بأنهم يتحدثون عما يريدون أن يصبحوا عندما يكبرون فسألوا لوي ماذا عنك لوي؟ أخبرنا ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟ لكنه تأسف، لأنه مشغول ويجب أن يذهب ليجمع المزيد من العسل فودعهم إلى اللقاء وها قد أتى رونكو أخبرهم بأن الأمر يحتاج إلى أكثر من مجرد كلام حتى يحققوا أحلامهم أيها الصغار، عليكم أن تعملوا بجد حتى تحققوا أحلامكم فلما لا تبدأوا بالعمل لتحقيقها من الآن؟ مرحبا كاتاكون، ماذا تريد أن تفعل؟ أريد أن أقوم بأمر رائع اليوم هكذا، سوف يتذكر الجميع كم أنا رائع أوه، انظر كاتاكون، هذه الشجرة على وشك أن تسقط يجب أن أساعد هذه الشجرة ولكن هذا ليس أمرا في غاية الأهمية عليك أن تجد أمرا آخر وأهم كتكون، تبدو هذه بوظة لذيذة ولكن لا ترمي الغلاف على الأرض هذه ليست مشكلة كبيرة، سيقوم أحد ما بالتقاطها ما الأمر كاتاكون؟ لم أفعل شيئا جيدا اليوم استيقظ كاتاكون، جاء بني وتايكو كاتاكون، هل سمعت أن تلك الشجرة الصغيرة في المتنزح قد مات؟ أوه حقا؟ استغرب كاتاكون ألم يساعد أحد تلك الشجرة؟ وفي طريقه إلى هنا، كان يتعثر بغلاف بوظة أحدهم لقد ظننت أن هذه الأمور صغيرة، سيقوم أحد ما بفعلها صغيرة؟ هذه الأمور ليست صغيرة أبدا لا يوجد عمل جيد صغير يا كاتاكون أيها الأطفال، قوموا دائما بعمل الخير وتذكروا أنه لا يوجد عمل جيد صغير الحجم ترجمة نانسي قنقر هذه الأمور سنرحة جود ملخمات لقد كانت مشاهدة الأمور ترجمة نانسي قنقر صغيرة الحجم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة